قبل الحديث عن المسيرة اللي اتت بعدها بات اول فيلم وثائقي اللي افتتحت به كان الافتتاح رسمي انت على القناة في 2012 يعني بعد المرحلة التجربية كان اول فيلم وثائقي اللي كان من الاعداد حول التجربة النروية بعدها المسيرة كانت بطريقة متسلسلة كانت المسيرة في افلام وثائقية اخرى التي بيعت للخارج يعني لقنوات فضائية في الخارج ثم كنت خممت يعني بدأت تفكير في العمل مرة تانية في قناة الشروق رغم انني شروقي الانتماء يعني مدة 13 سنة من الصحافة المكتوبة ثم الانتقال للسمع البصري بدأت العمل في قناة شروق ببداية كان ببرنامج حصري للغاية اللي كنت دايما نركز على نوعية المواضيع وكانت كنت نشوف دائما اختار المواضيع التي لم تتداول لا في الصحافة المكتوبة ولا في السمع البصري مواضيع تكون من الجزائر العميقة والتركيز الثاني كان من ناحية التقنية يعني كانت سبقت افلام وثائقية دارت في الجزائر لكن الاخراج لم يكن اخراجا سينمائيا يعني كان اخراج وثائقي عادي انا ركز على الجانب التقنيه هو كي نمشو مثلا في ليبلون نمشو ليطرافلينغ او نمشو لابروفون دير ديوشان في من ناحية الصورة يعني هذا هو اللي افتح لي الشهية الى موضوع بعد اخر اللي كانت في سلسلة اللي سنة 2015 هي سلسلة حصري للغاية كل افلام الوثائقية لسنة 2015 بالنسبة لي هي افلام وثائقية بارزة الفيلم الوثائقي هو كالطفل الصغير يعني تبدأ المرحلة التعامل معه من عندما يكون جنين الى غاية الولادة وثم يبدأ في النشأة التعاه الى غاية البروز يعني هذا هو التشبيه انتع الفيلم وثائقي من مرحلة الاعداد ثم ما يحدث مع فريق العمل في قضية التشاور او خطة العمل في الميدان ثم ننتقل المرحلة العملية هي مرحلة تصوير الفيلم وثائقي الى غاية ما بعد التصوير هي مرحلة التركيب والمؤثرات الصوتية الى غاية الانتاج ابرازهم خلال 2015 هو كان اللغز التصيلي لماذا اللغز التصيلي؟ لان اللغز التصيلي كان موضوع يقترب من العالمية جدا يعني كانت لأول مرة في تاريخ الافلام وثائقية في الجزائر انه علج اسقاط فيلم وثائقي حول تواجد المخلوقات الفضائية رغم انه منطلق الفيلم وثائقي كان حول كتابات في اعالي التصيلي وهذا عطاه بعد عالمي وحتى فريق العمل وأنا شخصيا يعني مخرج ومعد البرنامج وهذه الحلقة كنت عطيتها ركزت عليها كتير لان كان بالنسبة لي الحاجة اللي تقدر تعطيني النقلة نوعية في المسيرة التاعي الموسم الثاني من برنامج حصري للغاية الموسم الثاني كان بدأ بعددين يعني العدد الأول كان هو لعبة الكبراء والعدد الثاني كان لعنة النار لكن فيه مشاريع مستقبلية اللي تحتاج المزيد من البحث والمزيد من التحذيرات لان المرحلة التانية نحن بسدد يعني التحذير وانتاج فيلم وثائقي حول الشخصية الشخصية حاليا سميناها الشخصية الشبح تبقى مواضيع أخرى التي تكون بطبيعة الحال طبع مواضيع تكون تكون نادرة وتكون حصرية يعني من منذكروش العنوين المواضيع حاليا إلى غاية إلى غاية يعني بتل هذه الأفلامة التائقية العمل الصحفي له دافع كبير في عمل الإخراج لأن في هذا الحالة نحن جمعنا بين التحرير وجمعنا بين الإخراج وهذا الصفتين يعني عندك يتلاقوه هنا تكون نادرا ما تلتقل الصفتين يعني التحرير والإخراج يعني في معظم الحالات يكون الصحفي هو ذلك الذي يحرر المقال أو الذي يقوم بإعداد فيلم وتائقي أو إعداد روبرتاج لكنه أنه يكون يفقه في الكتابة والتحضير والإعداد ويفقه في نفس الوقت في الصورة وتقنيات الصورة تقريبا تكون نادرة لكن عندما تلتقل هذه الصفتين تكون عند هدف عقوي في العمل يكون يعني يصبح الشخص يفكر بعقلين يعني تفكر في نفس الوقت أنت في مرحلة التحرير لكن تنظر مستقبلا إلى الصورة يعني في مرحلة التحرير تشوف واش هو واش رح كين في الإنتاج بالنسبة للجزائر يعني نبدو من المؤسسة نتمنى النجاح المؤسسة هذه ونتمنى المزيد من النجاحات لكل الزملاء سواء في قاعة التحرير سواء في المخرجين سواء للتقنيين يعني نتمنى لهم إن شاء الله يكون تكون نفس جديد ودفع جديد الجزائريين نتمنى لهم عام تخير ونتفائلوا إن شاء الله بالخير في 2016 ترجمة نانسي قنقر